اشتركوا في القناة والمعارض والمؤتمرات والذي يستمر حتى الثلاثين من اكتوبر الجاري واكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأولى رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ورفض مقوماته من خلال توظيف مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يصب في دعم هذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية على جميع الاصعدة مشيرا سموه إلى ما تحظى به قوة دفاع البحرين من اهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه والذي تجسد رؤية جلالته بأهمية تحفيز الكوادر الوطنية في المجال الدفاعي والعسكري وتوفير الإمكانات اللازمة لهم بما يواكب التقدم التكنولوجي العسكري للوصول إلى مستويات متقدمة من الجاهزية والفاعلية لافتا سموه إلى أن المملكة مستمرة في تحفيز البيئة الإبداعية بما يعزز الابتكار في الصناعات الحديثة والاستثمار فيها بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة التي تصب في صالح الوطن والمواطن وأشار سموه إلى ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مقاومات تسهم في تنمية قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويصب في دعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة منوها سموه بأن التحديات الراهنة تستوجب تضافر كافة الجهود الدولية ومواصلة رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق التكامل التكنولوجي في القطاع الدفاعي والعسكري ولدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسموه اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 وسموه شيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من كبار الضيوف والمسؤولين والقاد العسكريين المشاركون والمدعوون لهذا الحدث الدولي من داخل وخارج المملكة وقد عزفت الفرقة الموسيقية سلام الوطني ثم صافح صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النايب الأولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض وقال سموه إن انعقاد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في نسخته الثانية يعكس ما وصلت إليه المملكة من نجاح على صعيد تنظيم واستضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تخدم التوجهات الرامية إلى تقديم كافة التسهيلات لاستقناب المزيد من الشركات العالمية في مختلف المجالات كما أن حصول معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2017 في نسخته الأولى على جائزة أفضل معرض تجاري يقام على مساحة تزيد على عشرة ألاف متر مربع في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للأحداث والفعاليات الخاصة لعام 2018 يعد مؤشرا على مدى التطور الذي تشهده مملكة البحرين في قطاع المعارض والمؤتمرات وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت لإعداد وتنظيم معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 وإظهاره بصورة المشرفة أمام ضيوف البلاد سواء من الوزارات أو الهيئات أو الشركات وخص سموه بشكر قوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة على جهودهم وحسن تنظيمهم وتعاونهم مع جميع الشركات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة كما شكر سموه المشاركين في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بجولة في المعرض اطلع خلالها على أحدث المنظومات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في قطاع الصناعات الدفاعية البحرية والجوية والبرية لأكثر من مئتي شركة بين مصنعة ومزودة للتكنولوجيا والخدمات بزيادة 30% للمساحة الإجمالية عن النسخة الأولى للمعرض بايدك 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر